أكدت وزيرة تضام الاجتماعي نبينا القباج أن المرأة على رأس أولويات برامج وأنشطة الوزارة وفي كلمة الله بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أضفت القباج أن نسبة الإناث الصادرة بأسمائهم بطاقات تكافل وكرامة تبلغ 75.5% كما أعلنت تقديم قروض ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر موجهة لمائتين وأربعين ألف سيدة برأس مال قدره مليار وأربعمائة مليون جنيه 70% منها تتركز في المناطق الريفية كما أكدت تنفيذ 5 ملايين زيارة منزلية للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة وتدريب 12 ألف طالبة داخل 5 جامعات بأربع محافظات ضمن مشروع مودة